هبا فاتحي من مصر بتقول ازاي اقدر احصل على تيمبلت لماركتنج استراتيجي كاملة اقدر اغير فيها حسب المجال بتاعي بس. ده الموضوع بسيط قوي مش محتاج تيمبلت يا هبا لو انت عرفت يعني ايه ماركتنج استراتيجي هتلاقي ان الموضوع بسيط جدا. احنا قلنا الاستراتيجيات اللي قالها بورترت بدال بسيط قوي. بس هقولها لك بسرعة لان انا شريحة قبل جدا برضه. ان انت يا اما بتدي ميزة. وهو الاستراتيجية معناها ايه? احنا نبقى متعميزين عن المنافسين في ايه? ايه دي الاستراتيجية. ودي اساسا المصطلح عسكري ازاي ننتصر? هنا احنا هنتميز مش هننتصر يعني مش هنموت المنافسين. نتميز يا اما كوست ليدرشيب اللي هي قال لتكلفة وبالتالي تدي ميزة في السعر او تدي تميز اللي هو تميز ديفرنشيشن يعني اه في اي حاجة تانية مع ده السعر. الجودة المادة الخام سرعة التوصيل خدمة ما بعد البيع كل ده ديفرنشيشن او فوكس ان ان انت بتاعة الكازم اللي هو حاجات قليلة كده ومتميزة انت بانك انت مركزة على الحاجات دي وبتقدر تتوصليها للعملاء. يا اما بميزة او بقال لتكلفة. ببساطة خلاص او قدد الاستراتيجيات بتاع التسويبها في شفية اغري كلمتين تلاتة دول. العملية بقى بنطبقها على الشركة. بنقعد نفكر كتير جدا ونحلل لان كلمة التميز دي فيه تحتها اناوين كتير جدا نقدر نقول ان احنا متميزين يعني ايه. هو قال لتكلفة دي استراتيجية واحدة وسبت ودي للأسف يعني ما تناسبش معظم الشركات الصغيرة اللي بدأ. لان عشان توصل انت تبقى تكلفتك اقل من الوحوش القدام صعبة. صعبة فاحيانا بيحصل بس يعني. حد عنده خبرة والتعيارة في عملها. بس هو الاسهل انك تلاقي انك تلاقي ميزة او انك تلاقي ميزة تانية. اه ادخل اقري طايب على بورتر معرفش فيه تيمبلتس او لا لأ بس هو الموضوع ابسط من كده. وفيه تيمبلتس حد كان بيسأل من شوية انا عايز اشوف اه خطة بدرس تسويق وع موقع اه اسمه ام ام بلان او ام بلانز ماركتنج بلان او ماركتنج بلانز. زمان انا كنت بدخل عليه كان عليه تيمبلتس كده الماركتنج بلانز كتير. معظم كتب التسويق الكبيرة عليها تيمبلتس او عليها خطط فعلية لشركات عملتها. وبرضو الخطط التسويقية اه موضوع فيه شوية تفاصيل اه يعني ممكن نطلع احنا في لايف اطلع في لايف اكلمكم ازاي نعمل خطة تسويقية. معين انا اتذكر ايمكن الكلام في الموضوع ده قبل كده. بصراحة ما بيش انا نفسي يفكر يعني. يعني ممكن ده يكون احد الموضوعات اللي نقشها يعني. اه الخطة برضو اه مش هبسط لك الموضوع قولك ده موضوع تافه جدا لان ممكن يعني بتكرار اللي بيعمله يتحول الى تافه بس اللي هعمله اول مرة زي اي حاجة قلناها ممكن تاخد منك اه تركيز شوية ومجهود شوية وممكن تغلط في حتة وممكن تاني مرة تبقى اسهل. اه بس ما ينفعش نشتغل من غير خطة. خطة تسويق. ما ينفعش نشتغل من غير خطة تسويق. رأي حضرتك في المسل اللي تغلبه العب احمد بدل وركوب التريند. لا ده حاجة تاني. عالده اخلاقي. لا ده حاجة تالت. يعني هو كده ايه قصير جدا بس تارت اسئلة. اللي تغلبه ولعبه ده مثل ممكن يبقى صح جدا. ليه? لما انت بتعمل تحليل صوت. تعالى نحاول دايما ايه? فكر مرة تانية زي الكتاب اللي انا بالخص. تنك يا جيني يعني شوف دايما ما تستلمش دماغك لاي جملة متدولة كده وتخدها وترددها بدون ما تفهم هل هي صحة ولا لا? وممكن تبقى الجملة صحة بس بتقال في السياق غلط. هل هي في السياق ده صحة ولا لا? لما بنعمل صوت انا على استاذ ونلاقي نقطة قوة والنقطة القوة في الشركة نحاول نركز عليها ونحولها الميزة تنافسية عشان نتميز عن المنافسين عشان نكسب فلوس ما هو كده اللي تغلبه لعبه صح? يعني فريق ما عنده محمد صلاح هيلعبه ولا مش هلعبه? بيغلبه ولا مش بيغلبه? هم? ما فيهاش هاب مش اي حاجة بتتقالي بها فيها هاب خلاص برضو عشان ما تفهموش كلام ان كل الناس بتقول اي كلام في كل حاجة في كل وقت واحنا كل الموروسات بتاعتنا هاب لا كبير كبير جدا منها هاب ده يعني وحتى بيوساء استخدامه يعني ممكن تبقى الجملة دي احيانا تستخدم في سياقات تانية. ركوب الترند. ركوب الترند اللي هو ايه? انك انت تشوف الناس بتتكلم عن ايه او ايه اللي موضة دلوقتي وتحاول تستفيد منه. ممكن على فكرة. بس ايه الاخلاقي وايه اللي اخلاق? فيه بقى هنا فيه خطوط. يعني لما يكون الترند مسلا ان فيه حادثة ومسلا كبري وقع. وناس ماتت. وانت تيجي تقول ايه? اه تعالى احنا عندنا معرفش اه علاج اه معرفش ايه لو وقعت من كبري خده. يبقى انت كده بتهزر بقى في حاجة انا فيها ناس ماتت. عندك لما كان حصل مرة مشكلة طيارة هبطت اه هبوط الطراري معرفش فين فجيه بشركة سياحة قالت لك ايه اطلع معانا رحلة يمكن حظك حلو والطيارة ايه الطيارة تعتل وتنزل في ايطاليا وتاخد الجنسية. يعني هبل بقى وهبد يعني ده غير اخلاقي انك تحول ترند في منتهج جدية الى هزل وتهريج. لا ده كده مش ماشي مع الاثكس. تمام? يظل ما هو اخلاقي اخلاقي وغير اخلاقي غير اخلاقي. فعلا الكلام بهذه البسطة. يعني انا لما قاعدت تكلمت كزا مرة عن اخلاقيات البيزنس. اخلاقيات البيزنس هي الاخلاقيات. اخلاقيات برا البيزنس هي اخلاقيات البيزنس. يعني الكذب ايه في البيزنس صح وبره غلط لا ما هو اللي غلط هنا غلط هنا. اللي انت بتحس كده وانت بتعمله ان قلبك واكلك كده وحسس ان هو مش مزبوط خلاص يبقى مش مزبوط. مش لازم تقعد تقرأ بقى في اخلاقيات البزنس. وتقعد تقول ايه? الكلام ده صح ولا بتاع ولا تسألني ولا تسأل اي حد. اه? اسأل روحك. دي اغناية بقى ايه? استفتي قلبك. ايه الاخبار? حاجة مش امورة تبقى مش امورة. يا ده مرزوق قاعد بعطلي حاجات كتير ايه انا مش ماخد بالي. مهو ده سؤال للاخ اه عبد النور السعيق سعيد او سيد. سؤال مهم ومحتاج اجابة من حضرك يا دكتور انا في مجال تجهزات المطابخ الكبيرة بتاعت الفنادق والناس دي معاها الناس اللي بتجهز لها كاصدقاء ومعرفة قديمة ومجالنا محدود ايه الخطة التسويقية الصحيحة لحاجات زي دي او خبرة حضرتك علشان ازود مبيعاتي. لأ انت هنا اه انت طبعا محتاج خطة تسويقية بس المشكلة لن يحلها وجود خط. لما انت تبقى داخل في سوق محدش هيخدك بالحضن. كل الناس شغالة من غير ما انت تفتح ومن غير ما تشتغل. كل الناس اللي هموردينها. يعني ايه ما نشتغلش? لا نشتغل. لو انت هتدي قيمة حتى لو في ناس بتشتري عادي هيقابلك مشكلة. وان ان انت هتحاول تدخل وتقنع وبمرور الوقت هتعرف مع الترويج والتكرار الترويج واللي هو الزن بالبلدي كده. انك تكلم الناس وقيل اجزء. يعني كان فيه واحد على الجروب عادة الشركات. قال لك اه كان فيه كنت بتعامل مع واحد سوري وانا منحاز للسوريين فيه تعاملهم. لسه كان ببوست قريب. على الموضوع ده. اه اه بيقول لك كان بيتصل بي ويتطمن عليه. وانا ما اشتريش منه. ولا يتضايق ولا اي حاجة. ويكلمني كأن انا اهم زبون عنده. انا ما بشتريش منه. لحد ما الراجل اللي بيتعامل معاه. لقيته. اه بدأ. اه يقلل الجودة وما يلتزمش في المواعيد. اول حد خطر على بالي مين? الرجل السوري اللي بيتصل بيا كل شوية ده. ويقول لي اخبارك ايه وانا بتطمن عليك وربنا يوفقك. واحنا تحت امرك. بس. اتصل بي. هو كده. فيه اساسا فيه حاجة اسمها. اه اه. كاستمر لايف تايم فاليو. وفيه حاجة لايف سبان. يعني العميل. العميل. هل العميل بيعد يتعامل مع الشركة طول العمر. ما هو افرض انت وصلت لمرحلة الولاء. للشركة. هل هتعد طول عمرك تتعامل معهم? لما عملوا درسات على احسايات على الموضوع ده. لا ان لا. مع وجود منافسة. لو انت حفزت على عميلك في بعض الانشطة طبعا في الدول اللي فيها منافسة حرة واسواق نطجة مش سادجة زي عندنا. اه اعرفت تتحافز على عميلك. تلات لاربع سنين في الحاجات ال اف ام سي جي بحاجة جميلة جدا. انت بتعمل ايه زيوت? هتلاقي بعد اربع سنين ست البيت هتبدأ تجيب نقطة تاني نزل وعجبها وزهد كده. الناس بتزهد كده. يقول لك لان غير اربع شوية. فمدام انت هتبقى موجود هيبقى لك نصيب لان الناس بتتنقل مدى الشركات. حتى لما بيكون راضين وفي ولا. ما هو ممكن الناس تيجي تغير. تيجي تاخد قرار كده تنقل. تغير. تقنعه ان انت هتبقى احسن. يقول لك طب نجرب. طب ما نبقاش تحت رحمة واحد ولا اتنين. ما نشوف ده كمان. اه طب ده الراجل جالنا كتير قاوي ما نشتري منه. يبقى عندنا دم بقى. يعني بصراحة يعني الراجل ده انا محرج. اه ما فيش مشكلة. ما تجيش تقول لي طب ما انا كده نشتري بقى بالاحراك ببتاع. خليك زوق. خليك زوق مع الناس. سواء اشتروا او ما اشتروش. في مكان يعني دي دي معضلة كل الشركات. احنا هنبدأ. اي واحد يقول لي هنبدأ طب ده المجال ده مليان شركات ما هو ساعتك لو انت رحت مجال ما فيش في شركات يعني ما فيش في سوق يعني ما فيش في منافسة انا مش في زبايا. اي يعني كده انا الان عليك. تدخل في مجال في شركات. هتقول لي بقى علاقات وصحاب عادي ما الدنيا كلها كده. وقلنا قبل كده الراجل الخواجع اللازيز اوي اللي قال لك ايه اه من غير ما يبقى لك شبكة علاقات قوية انت بتشتغل. احنا بنشتري منين? من شبكة العلاقات بتاعتنا. لما عايز حد يورد لي مين صاحبي? هاروح لصاحبي. طيب النيتورك دي هل هي اسابتة طول عمرها? لا بتتغير. اشتركوا في القناة